أكد رئيس الأوكرانية فاردومير رازاليناسكي أن استعداد شعبه لدفاع عن أوكرانيا أحبط سيناريو الاحتلال وذلك على حد وصفه في غضون ذلك دع رئيس الأوكراني الشعب الروسي للضغط من أجل وقف العملية العسكرية الروسية في بلاده مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية قد نجحت في إخراج الهجوم الروسية عن مساره لقد صمدنا ونجحنا في هزيمة هجمات العدو المعارك مستمر في العديد من المدن والمناطق وسنواصل حماية بلادنا وأراضينا ومستقبل الأطفال جيشنا يسيطر بالكامل على كييف والمدن الرئيسية حولها لقد أرادت القوات الروسية إغلاق وسط العاصمة والسيطرة عليها لكننا نجحنا في كسر مخططاتها